هنأ فضلت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم الرئيس عبدالفتح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة قادة وضباطا وجنودا وجموع الشعب المصري وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة والذي يوافق التاسع عشر من مارس من كل عام وخلال التهنئة أكد مفتي الجمهورية أن تحرير طابة ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصر الغالية كما أوضح دكتور شوقي علام أن هذا اليوم العظيم يعد رمزا ودليلا على البطولات والتضحية العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وإحراز حرية واستقلاله ترجمة نانسي قنقر